اشتركوا في القناة التي كانت غير مسبوقة لمدة خمسين سنة لا نتكلم عن ما يحدث الآن في المقدسة لكن أريد استخلاص عبرها تاريخية وأريد سرد حوادث تاريخية كانت منذ أكثر ألف سنة حوالي ألف سنة ومنها نتعلم أنه الكيان الصهيوني ليس هو في أول كيان كان في الشرق أو في قلب الأمة الإسلامية الكيان الصهيوني هو طبعا كيان فيروسي موجود الآن في قلب الأمة الإسلامية لكن من قبل كان هناك كيانات وجدت لمدة تقارب قرنين في قلب الأمة الإسلامية ولا بد من استخلاص العبر والدروس يعني لابد من إطلاع على حيثيات وجود تلك الكيانات قبلا وعني الكيان القديم مدد ألف سنة وكيف نستخدم دروس لمحاربة هذا الكيان الجديد الموجود حاليا عندما نتكلم عن الحملات الصليبية لكوازاد الحملات الصليبية التي كانت يعني من دول غرب أوروبا الصليبية المسيحية ضد دول المشرقة وضد دول المسلمة بغية بن قوسين حماية البيت المقدس والمقدسات الدينية المسيحية في الشرق طبعا هذا فقط كان شعار بينما أشياء الحقيقة كانت عبارة عن استيلاء الأراضي المقدسة والأراضي الخصبة في الهيلة الخصيب في بلاد الشام أول حملة صليبية سنة 1096 ميلادية قبل ألف سنة أو أقل من ألف سنة سنة 1096 ميلادية هي التي أنتج عنها أربع كيانات هي عبارة عن كيان واحد لكن عبارة عن أربع إمارات صليبية موجودة في قلب الشرق الأوسط في قلب الشام وسنتكلم عنها إمارة إمارة سنة 1071 ميلادية أعود قيانة القلب سنة 1071 ميلادية كان هناك معركة عظيمة ما بين سلاجق الأتراك حماية الإسلام أنذاك أو أقوى دول الإسلامية طبعا باسم الخلافة العباسية التي كانت ضعيفة وتحتضر لكن كان الأتراك السلاجقة هم يحملون لواء الجهاد أنذاك وكانت هناك معركة عظيمة في أسيا الوسطى قرب المملكة أو الامبراطورية البيزنطية التي كان عسمتها القسطنطينية أنذاك إسطنبول حاليا كان هناك امبراطورية البيزنطية أو امبراطورية المقدسة الشرقية والتي مذهبها البروتستانتي مذهب الكنيسة الشرقية كانت هناك معركة معركة ميلاد كرد والتي انتصر فيها السلاجق الأتراك انتصار عظيم على الروم أو على البيزنطيين وطبعا كان القائد العظيم أرسلان استطاع الانتصار على البيزنطيين وعلى القسطنطينية وهذا ما دق ناقص الخطر في كل أوروبا الصليبية المسيحية ما دق ناقص الخطر في أن سلاجق الأتراك أصبحوا يزحافون أسيا الوسطى ويكادون يسعون إلى القسطنطينية وذلك مربط الفرس الذي خاف منه كل الأوروبيين المسيحيين الصليبين أن ذاك وبالتالي بعد أكثر من 20 سنة من هذه المعركة سنة 1095 أرسل الإمبراطور البيزنطي الذي كانت يعتبر إمبراطور البيزنطي قوي أراضي إحياء مجد الإمبراطور البيزنطية أليكسيوس الأول رسالة إلى البابا في الفاتيكان البابا في روما والذي كان آنذاك اسمه أوربان ثاني ولا تنسوا هذا الاسم أوربان ثاني هذا الذي دورهام في الحروب الصليبية وديار الدورهام وكان هو سبب هذه الكينات الصليبية التي بقيت لمدة قرنين في الشرق الأوسط في قلب الأمة الإسلامية أوربان ثاني بالرغم أنه يخالف المذهب يعني مذهبهه مذهب الكاثوليكي يخالف مذهب الدول البيزنطية والذي يخالفها مذهب الأورثوذكسي او الارتودوكس مذهب الكنيسة الشرقية وعلى سبب pictures في ما بعد مذهب الأورثوذكس مذهب الآن روسيا والمذهب الأقباط في مصر ومذهب الكنيسة في سوريا وفي بيت المقدس مذهب الأورثودوكس فرصة أنه حتى يجمع كل يعني ينادي لكل الدوق هذه الدوقيات كان الدوق في فرنسا وألمانيا وطبعا وبلاد غرب أوروبا وأسبانيا كانوا يسمون الدوق الدوقيات في أنذاك والممالك المسيحية الرومانية الكاثوليكية كان الهدف منها أنذاك هو طبعا استعادة بيت المقدس إلى الحوزة المسيحية وأسرابية وأيضا هدف دنيوية وسياسية وهي إقامة دولات وإمارات في الشرق الأوسط الخاسم طبعا أوربان ثاني قام بخطبة شهيرة أمام الكونتات وأمام الدوقات وحثهم فيها خاصة الفيرنجا فرنسيين والألمان وحثهم فيها على الهب الهبة وعلى استعادة بيت المقدس وعلى إنقاذ الدولة البيزنطية برغم أنه مذهبت كاثوليكا الامبراطورية البيزنطية حتى لا يسحف المسلمون إلى أوروبا من جهة الشرق حتى لا يسحف السلاجق الأتراك المسلمون إلى أوروبا من جهة الشرق فكانت خطبة بليغة لأوربان ثاني ناغل سنة 1096 نالت استحسان كل الكونتات والدوق الفرنسي والبريطاني وغيرهم والألماني وحتى بريطانيين كلهم أصبحوا الآن اقتنعوا بضرورة تحرير بيت المقدس من المسلمين وبضرورة الاستيلاء على أراضي في الشرق الأوسط فكانت حملة الصليبية الأولى أول حملة صليبية سنة 1096 أنه كان فيما بعدها حملة متسلسلة أول حملة صليبية كانت سنة 1096 ميلادي وطبعا سبقت هذه الحملة في بداية الحملة ذهب الفقاراء والفلاحين هم الذين قادوا في بداية الحملة وذهبوا في هذه الحملة وكانت قيادة نوعا ما بالناسك وغيره أظن بطروس الناسك وولتر المفلس قادوا هذه الحملة في البداية لكن كانت قيادة عن فلاحيين وناس عامة حوالي 75 ألف كان عددهم وبعظبهم عند وصوله إلى إسطنبول بدأ يسرق وبدأنا فما قام بأليكسيوس الأول ونقلهم إلى أسيا الصغرى في تركيا لمواجهة الأتراك السلاجقة وكانت مواجهة طبعا انتحارية حيث أن من الصعب أن مجموعة من الفلاحين الأوروبيين قريبا من غرب أوروبا والذين سحفوا على شرق أوروبا وقاموا بينها في بلغاريا وفي رومانيا وبعدها وصلوا إلى تركيا إلى القسطنطينية وأيضا أرادوا السرقة فقام أليكسيوس الأول الإمبراطورية البيزنطية بتوجههم إلى أسيا الصغرى تركيا وإلى الآد المقدسة لكنها موزم وشرها هزيمة وقتل ثلاث أربع عام على يد سلاجق الأتراك فيما بعد وصل الجيش المنظم الجيش النظامي الأوروبي بقيادة القيادات الشهيرة ريموند الرابع قمس طولوشا وسانجيل وكودفري هذا الاسم مهم جدا كودفري أول ملوك البيت المقدس فيها البويني وبوهيموند الأطلنطي والأطلنطي وتانكرد كلهم قادوا هذه الحملة الصليبية وكانت قيادة جماعية العملة الصليبية والأسف الشريط استطاعوا بعد أن فتح لهم أليكسيوس الأول باب باب الطريق على أسيا الصغيرة استطاعوا الانتصار على السلاجق الأتراك هزموا السلاجق الأتراك وزحفوا من حول الأراضي المقدسة وبداية من تركيا من أسيا الصغيرة في نفسها وأوسست أول أول أمارة هي تسمى أمارة الرهة أو قمسية الرهة في جنوب شرق تركيا حاليا وتشمو الأراضي من سوريا في شمال سوريا حاليا أسيسة سنة ألف و هاي الخريطة حتى سنة ألف أسيسة للأسف سنة ألف و سبعة وتسعين أو ألف وثمين وتسعين تحديدا كونتيات الرهة هنا نتقع في قلب الأسيا الصغيرة في جنوب تركيا وفي شمال في شمال أقصى شمال سوريا أسيسة كونتيات الرهة سنة ألف و ستة وتسعون ألف 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 وثمانية وتسعون طبعا ومن أسسها طبعا بوردوين أول الملك بوردوين أول أسسها كونتيات الرهة و أنه أنه في الأسف كان يريد ذهب إلى أنطاكيا سنة أمارة أنطاكيا لكنه ذهب شرقا إلى أمارة كبرى الرهة واستمرت الأمارة تخيل من ألف وثمانية وتسعين إلى ألف ومئة وتسع واربعون يعني فعليا إلى ألف واربعة واربعون أنه فيما بعد ألف ومئة واربعون يعني حوالي استمت حوالي ستم مئة وستور واربعون سنة تخيل مئة وستور واربعون سنة وهذه أقصر أقصر الإمارات عمر حيث أنه ظهرت شخصية قيادية طبعا في القرن الثاني عشر في مطلق قرن شخصية قيادية في المنطقة وهي شخصية تركية قديرة عماد الدين زينكي والذي كانت يعني السلاجقة بعد استقلب الإماراتي في الموصل في شمال جزيرة فروتية في شمال العراق وشمال غرب سوريا وبدأ بالقتال والجهاد وتخليص الشرق الأوسط من الاحتلال الصاليبي فأهم عمل قام به هو إزاحة أول مملكة صاليبية سنة ألف ومئة واربعين وهي مملكة الرهاء ونوردين زينكي فيما بعد ابنه طبعا أنه في سنة ألف ومئة واربعين عاودت صاليبي يحترها لمدة أشهر قليلة لكن عماد دين زينكي قام أيضا بتثبيت بإجلاء كل صاليبيين وتثبيتها وتحريانها أي من أي صاليبي وتحررت إمارات روها في جنوب تركيا وشمال شرق سوريا من الصاليبيين في طبعا الذين بقوا طبعا بقوا لمدة تناز 150 سنة في هذه الإمارة والتي كانت تتبع اسميا إلى مملكة بيت المقدس التي سنتكلم عنها سابقا ليست مجرد إمارة مملكة بيت المقدس وإنما هي كانت المركز هناك طبعا هذا ما يدل أنه 150 سنة من تواجد لم تكن يعني حتى أكثر من احتل الفنانسي الجزائر 130 سنة 150 سنة من تواجد الروماني الصليبي في إمارة في قلب الشرق الأوسط في تركيا والسوريا إمارة الرؤى إلى أن ظهر عماد زينكي المحرر العظيم المجهد العظيم الذي حررها من نوردن زينكي استكمل ذلك من الصليبيين هذه الأمار الأولى الإمارة الثانية بعدها أسسوها هي إمارة أنتاكيا وأنتاكيا أيضا موجودة في جنوب على البحر الأبيض المتوسط في جنوب غرب سوريا جنوب غرب سوريا وهي في جنوب غرب سوريا وشمال عفوا في جنوب غرب تركيا وفي شمال غرب سوريا جنوب غرب تركيا هنا أمبراطوريا بيزنطية وفي شمال سوريا وهذه أسسها بوهيموند بوهيموند أسسها سنة 1998 أيضا بوهيموند الأول حكم حكم أنتاكيا واستمرت إلى سنة 1262 تخيلوا كم من سنة موجود 270 سنة من الوجود والصلابيون موجودا في هذه المنطقة المهمة في البحر الأبيض المتوسط في قلب الشرق الأوسط ما بين تركيا وسوريا وإمارة أنتاكيا عن 270 سنة بالرغم أن يحاول أن يحررها سلاح دي الأيوبي لكن حررها طبعا أحد شهر ملوك دولة المماليك في مصر وهو الظهر وهو تركي من أسيا الوسطى كانت دولة المماليك التي بدأت على أنقاض دولة الأيوبيين في مصر وحكمها المماليك الذين كانوا مماليك يتبعون ويشترون هم هربوا من الزحف المغولي الذي زحف على أسيا الوسطى على الدول الخواريزمية وأشهرهم ظهر بي بس ثاني ملوك دولة المماليك حكام دولة المماليك بعد صيف الدين قطز الذي هزم المغول في معركة عينجالوت أجاب ظهر بي بس والذي استكمل الفتح واستكمل أزيمة المغول وبعدها عقب إمارة تنطاكية التي تحلف مع المغول وقضى على التواجد الصليبي الروماني الأوروبي في إمارة تنطاكية الذي استمر 270 سنة كاملة تخيلوا 270 سنة من 1998 إلى 2000 1268 ثالث إمارة أو أهم إمارة أسيسة وهي أهمها وهي الآن أصبح مركز السراع أنه دائما عندما نتكلم عن بيت المقدس وعن القدس فهي مركز السراع إلى أن تقوم الساعة وهذا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه الكتاب وكتاب القرآن أن القدس أهميتها أهمية كبرى وهي ثالث حرامين وأولي القبلاتين وأهميتها استراتيجية سواء بالنسبة للمسلمين أو إلى اليهود أو إلى المسيحيين الصليبيون استولوا على بيت المقدس وأسسوا مملكة بيت المقدس سنة 1999 يعني في نهاية الحملة الصليبية والأولي كانت هدفها يعني أتت بثماره هذا ولا هدفها سنة عام 1999 يعني بالحملة مصرية الأولى وتخيلوا أنه في يومين وهم يذبحون المسلمين وأقلية من اليهود الموجودين في داخل بيت المقدس أو داخل يعني في القدس الشريف تخيلوا يومين مذبحة يومين هم يذبحون في أخلاق صليبية أتوا دينية مسيحية لكن يومين هم يذبحون في مذبحة كبرى وأسسوا مملكة المقدس ووسعوا أصبحت المركز ووسعوها إلى طبعا حد كبير هي بملكة بيت المقدس أكبر الممالك وأهمها أكيد أن أكبر الممالك وأهمها هي مملكة بيت المقدس هنا يعني تشمل أجزاء من فلسطين لمحتلة أجزاء من لبنان أجزاء من الأردن وأجزاء قليلة من سوريا وأجزاء أيضا من حتى شمال مصر شمال الجانب أسيوي لمصر كلها كانت بكت من المقدس وكانت عاصمتها طبعا هي القدس بعدها تغيط العاصمة سنة في معدمات تغيط العاصمة هو أول يعني بعدها من 1998 تخيلوا كم سمدت هذه المملكة التي كانت في تحت بيت المقدس تحتها سمدت إلى سنة 1187 أولا فحررها صلاح الدين الأيوبي وهو الكردي والذي كان أيضا تابعا في مملكة نور دين زينكي ابن عماد دين زينكي بعدها استقل بمصر والشام ووحدهما وذيق أحكم الخناق على هذه المملكة المملكة الصليبية وخاصة مملكة بيت المقدس وحرر القدس والذي كان عاصمة مملكة المملكة المقدس لكنه لم يتمكن من تحرير كل المملكة حرر القدس سنة 1187 فانتقلت العاصمة من القدس إلى عكا انتقلت العاصمة من القدس إلى صور ثم منها إلى عكا على الجهة البحرية إلى عكا وبقية مملكة البيت المقدس قائمة قائمة تخيلوا وحتى أن استردت القدس في فترة من الفترات وأصبحت عسمتها أثناء سيراء من؟ سيراء أحفاد صلاح الدين أيوبي. نعم ما كان ضعف المملكة الأيوبية قبل دولة المملكة. دولة أيوبية. أحفاد صلاح الدين أيوبي سلموا القدس. يعني بينهم سلموا القدس إلى الصليبيين. أحدهم سلموا القدس إلى الصليبيين حتى يعني يعينوا على ابن أهمه. تخيلوا. تخيلوا الكارثة. لكن وبقية صامدة هذه المملكة إلى قدوم طبعا دولة المملك والمجاهد الظاهر بيبرس والذي حرر تقريبا معظم هذه المملكة لكن تحرير أنه كان على أيد السلطة. أحد السلاطين أو مولوك أو حكام المملكة في دولة المملكة وهو الأشرف خليل الذي قضى على ما بقية من المملكة سنة 1291 وهي آخر مملكة صليبية. تخيلوا تشبث صليبيين ببيت المقدس آخر مملكة صليبية هي مملكة بيت المقدس والتي تخيلوا تسمى تقريبا قرنين قرنين إلى سبع سنوات من 1099 ميلادي إلى 1291 قرنين إلى سبع سنوات تخيلوا 293 سنة وهم في القدس إلى 8 سنوات تخيلوا رهيب جدا 292 سنة وهم في القدس أو في البيت المقدس ولو أنهم ليسوا في القدس دائما يعني بأنه حرر صلاح الدين حررها لكن بعدها راجعوا لكن في محيط بيت المقدس أملكة بيت المقدس وبالتالي حتى نأخذ لعبا لماذا أنه استغلوا التفرق أن ذاك ما بين أولا ما بين كانت دول العباسية والسلاجقة وبعدها ما بين السلاجقة والدول الفاطمية الشيعية الخبيثة التي كانت في مصر بعدها عندما أتى حكام قوية مثل عباد دينزينكي وابنه نورد دينزينكي وصلاح الدين أيوبي استطاعوا أولا من قضاء على أحد أهم الإمارات وهي إمارات الروهة وأيضا من استرجاع القدس عاصمة بيت المقدس لكن بعدها دب الخلاف ما بين أولاد وأحفاد خاصة أحفاد صلاح الدين أيوبي في دولة أيوبية وما بين أيضا مملكة مع الخلافة العباسية الضعيفة واختنموا الفرصة وأيضا استمروا يعني استمرت هذه الممالك الصليبية والتي أيضا تحلفت مع الماغول تحلفت مع الماغول سواء إنطاكية أو طرابلس أو مملكة البيت المقدس تحلفت مع الماغول في أواخر حياتها يعني أواخر الممالك تحلفت مع الماغول ضد المسلمين وهذا من السبب ما جعل كل من الظهر بيبرس يقضي عليهم الظهر بيبرس وأيضا أشرف خالي وحتى السلطان قلوون يعني السلطان قلوون استطاعوا القضاء يعني أمم الممالك استطاعوا القضاء على ما بقية من هذه الإمارات آخر ما أصدت تكلم عليها وهي إمارة يعني ليست بأهمية بيت المقدس لكنها كانت مهمة جدا أنها كانت في لبنان طرابلس الشرق هي طبعا إمارة طرابلس الشرق في لبنان أسبب شديد والتي أيضا احتلها هؤلاء وتكن تسمى إمارة أو قمسية طرابلس قمسية طرابلس والتي كان احتلالها طبعا بعد عشر سنوات من احتلال بيت المقدس من إنشاء مملكة بيت المقدس أي سنة 1100 أي آخر إمارة أنشاءت سنة 1109 ميلادي وهي طبعا في شمال لبنان في طرابلس حاليا طرابلس لبنان على المحر الأبيض المتوسط واستورى عليها بيت نارد كونتولوز 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 في فرنسا يعني فرنسي في إفرنجي في مقابة العربية ويصالح بيت بيت المقدس وكان يتبع المملكة بيت المقدس والحمد لله أنه استعدها السلطان قلوون الحاكم الذي تل يعني بعد ظهر به بعدها قلوون بعدها أشرف خليل السلطان قلوون سنة 1289 تخيلوا كم استمرت هذه يعني حوالي تماما استمرت 180 سنة تخيلوا 180 سنة وهي مستمرة تخيلوا فترة رهيبة عفوا 280 سنة فترة رهيبة ورهيبة جدا يعني من 1209 إلى 12089 يعني كلهم استمروا حوالي قرنين حوالي قرن 180 سنة واستعدت السلطان قلوون سنة 1289 كعقوبة لتحالفهم أيضا مع المغول وكان لعني المملك دولة المملك في مصر وهم أتراك لديهم الفضل في شيئين أولا القضاء على السحف المغولي الرهيب الذي كان يسحف في قلب العلم الإسلامي وثانيا استعدت كل يعني تقريبا كلهم يعني بإسقاط إمارات الصليبية وهذه الكينات الفيروسية الداخلة على المنطقة لو تلاحظون أنه الزمن عاد يعني بعد قل من ألف سنة الزمن عاد ودخل دخل الكينات آخر ليس المرة هذه ليس صليبي بل صهيوني أسف شديد دخل إلى قلب الأمة الإسلامية واستولى على القدس وعلى آد المقدسة في آد المفستانية التاريخية ولابد من اتحاد ولابد من عماد دين زينكي ونورد دين زينكي وسلاح الدين أيوبي وظهر بيبرس وسيف الدين قلوون والأشرف خليل على الشخصيات التاريخية وهو التركية والكردية المسلمة التي ظهرت لا بد من ظهور شخصيات أقوى وفي زمن الدكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وفي زمن سيطرة الماسونية على كل شيء ودعم الماسونية لو تلاحظون دعم أن أصبح دعم أمريكي مباشرة للصاهرين بدون أي مدارة بهذا بالتالي الرجوع إلى الدين والاتحاد وأن نكون وحيدة بالرغم أن الأمر سهل الصراعات وحسبات سياسية سهل لكن ليس مستحيل إن كان هناك قد إيمان وكان هناك تخطيط ورأينا ما حدثت السبت الماضي من مقاومة في السنة لا تملك شيء استطاعت اختراق أحد أصعب الجدارات الأمنية في العالم كلام معكم أستاذ برقب علي ونتقل في محاضرات أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر